السلام عليكم حياكم الله يا أبنين اليوم إن شاء الله نأخذ مراجعة عامة للفصل الأول عندنا بالكتاب صفحة خمسين بنحل التمرين إن شاء الله مع بعض وأيضاً عندنا صفحة واحد وخمسين بنحل التمرين مع بعض نبدأ مع بعض في صفحة خمسين السؤال الأول يتكلم عن المفردات ماذا يقول السؤال الأول؟ أكمل كل من الجمل التالية بالكلمة المناسبة وأعطاني مجموعة من الكلمات المملكة نسيجاً التكاثر الخلية الصفة هذه الكلمات والجهاز الحيوي ست كلمات موجودة عندنا وعندنا ست جمل طيب نأخذ الجملة الأولى شي يقول أصغر تركيب في المخلوق الحي هو الإنسان إحدى هالمخلوقات الحية أصغر تركيب في جسم الإنسان وش نختار من الكلمات؟ مملكة أو نسيج أو تكاثر أو خلية أم صفة أو جهاز حيوي متزين؟ نختار خلية فالخلية هي أصغر جزء في جسم الكائن أو المخلوق الحي طيب نشوف الجملة الثانية نقراها مع بعض جميع المخلوقات الحية تنتج أفراداً جدد بي لما يجيك أفراد جديدة يعني أبوين يتزاوجون طيب الأفراد الجديدة هذا لما يصير عندهم أولاد شو نقول له؟ هل نقول له مملكة أم نسيج أم تكاثر أم صفة أم جهاز حيوي؟ متزين نسميه تكاثر فالتكاثر هو زيادة عدد أفراد الأسرة زيادة عدد أفراد الأسرة يعني كان الأسرة أبوين فيزيدون يجي لهم أطفال يسيرون أربعة أو خمسة كده زاد عدد أفراد الأسرة من نفس النوع طيب نشوف الجملة رقم ثلاثة أكبر مجموعة أكبر مجموعة تصنف إليها المخلوقات الحية هي أكبر أكبر مستوى تصنيف عندنا إحنا أخذناها مستويات التصنيف قلنا مملكة وشعبة وطايفة ورتبة فصيلة جنس نوع أكبر رتبة شننقلها ممتازين أكبر مستوى عندنا اللي هو المملكة المملكة فالمملكة تضم جميع المخلوقات الحية من نفس النوع مثلا مملكة الحيوانات تضم كل الحيوانات نقول مملكة النباتات تضم كل النباتات طيب نروح للجملة اللي بعدها رقم أربعة مجموعة مجموعة الأعضاء التي تعمل معا لآداء وظيفة معينة في الجسم تسمى الأعضاء لما تتجمع ويأدون وظيفة معينة شنسميه تزيل نسميه جهاز حيوي فمثلا عندنا الجهاز الهضمي يتكون من العضو الفم بالعوم عضو المريء عضو المعدة عضو الأمعاء الدقيقة عضو والأمعاء الغليظة عضو كل عضو يكمل الآخر في العمل الهضم لعمل هضم الطعام فنقول له جهاز حيوي تجمع هالأعضاء نقول له جهاز حيوي نشوف مع بعض خمسة تنتظم الخلايا المتشابهة لتكون الخلايا لما تتجمع شا تكون نسيج أم صفة تكون نسيج ليؤدي وظيفة معينة النسيج مجموعة من الخلايا مجموعة من الخلايا نشوف الجملة الأخيرة ستة القدرة على صنع الغذاء تشترك فيه جميع النباتات فهذه نقول لها الصفة الصفة يعني حاجة تتميز فيها موجودة في النباتات خلاص مثلا هذه صفتهم أنهم يصنع النباتات تصنع الغذاء نروح نشوف بصفحة واحد وخمسين نجيب على الأسئلة التالية ناخذ السؤال رقم سبعة وصنف إلى أي الممالك تنتمي الطحالب الطحالب إلى أي مملكة نضحها عندنا مثلا مملكة البدائيات مملكة البكتيريا مملكة الطلاعيات مملكة الفطريات مملكة النباتات مملكة الحيوانات الطحالب في أي إحدى هالممالك نضحها خلونا نروح نراجع الكتاب عندنا نص أخذناه في درس تصنيف الحيوانات في عنوان الطحالب بصفحة خمسة واربعين النص وشي يقول لو قريناه كامل هذا النص اللي بصفحة خمسة واربعين لو وجدنا أنه يقول مثل الطحالب وبعض الطلائعيات تصنع غذائها بنفسها مثل الطحالب فإحنا إذا قرينا نحاول نستوعب ونفهم اللي نقراه فالطحالب الآن هي عبارة عن مثال تنتمي إلى مملكة الطلائعيات إذا مثال على مملكة إيش الطلائعيات نروح نشوف السؤال اللي بعده السؤال رقم ثمانية ألاحظ أبحث عن نباتات حول مدرستي أو بيتي أشوف لنبات من حول المدرسة أو حول البيت أو أنا في طريقي مثلا إلى المسجد وأصف كيف استجابت لتغيرات البيئة من حولها أخذنا في سابقا أو في الدروس السابقة أن المخلوقات الحية تستجيب فمثلا عندنا نبات تباع الشمس يستجيب يتحرك مع ضوء الشمس طيب بعض الأزهار تتفتح مع شروق الشمس وتغلق مع غروب الشمس فهذه نسميها استجابة نسميها استجابة بعض النباتات لو لاحظناها اللي زرعناها مثلا حطيناها بالبيت اللاحظها أنها تنحني تنحني يعني تميل في جهة تميل في جهة الضوء تميل في جهة الضوء فنلقاها ما إلى إلى الشباك لأنه باتجاه الضوء فهذه من الاستجابات طيب نشوف مع بعض السؤال رقم تسعة السؤال رقم تسعة بين كل من الفطريات والنباتات والحيوانات من حيث طريقة الحصول على غذائها نبين قارن نبين قارن بين الفطريات وبين النباتات والحيوانات نتذكر الجدول اللي أخذناه نجيب الجدول حق تصنيف الحيوانات هذه المجموعات أو هذه الممالك الثلاثة اللي سألني عنها الفطريات والنباتات والحيوانات أقارن من حيث التغذية أشوف الفطريات كيف تتغذى تحصل على غذائها من مخلوقات أخرى مثل مثل الحيوانات لكن النباتات كيف تحصل على غذائها ممتازين تصنع الغذاء بنفسها تصنع الغذاء بنفسها أنه مع أشعة الشمس تستخدم ضوء الشمس وتأخذ من الهواء ثاني أكسيد الكربون وتأخذ من التربة الماء هاي ثلاثة أشياء تجمحهم ماء وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس إذا جمعت الثلاثة هذه مع بعض تكون وتصنع بداخلها السكر تمد نفسها بهذا الغذاء تغذي نفسها بهذا الغذاء عشان كده قلنا لها تصنع غذائها بنفسها وتنتج بعد الأكسجين تطلع في الهواء عشان كده نستفيد أيضا من نمو النباتات طيب إذن هذه الصفة اللي قارننا بينهم فنقول أن النباتات تصنع الغذاء بنفسها والفطريات تحصل على غذائها من مخلوقات أخرى مثل الحيوانات مثل الحيوانات تشبه للحيوانات في هذا الخاصية أو في هذه الصفة نشوف بعد كده السؤال رقم كم عشرة التفكير الناقد ما الذي استنتجه ما الذي استنتجه إذا شاهد بالمجهر خلية أشوف بالمجهر خلية لها جدار خلوي أفسر إجابتي أنت جبت مجهر وشفت تحته خلية الخلية وجدنا فيها جدار خلوي موجود لها جدار خلوي إذن هذه الخلية وش تكون لما تحتوي على جدار خلية إيش تصير متازين تصير خلية نباتية لأن الخلية الحيوانية ليس لها جدار خلوي فنقول خلية المشاهدة غالبا غالبا ما تكون خلية نباتية لأن الخلية الحيوانية ليس لها جدار خلوي طيب نشوف مع بعض نكمل الأسئلة السؤال رقم 11 كتابة قصة أكتب قصة أبين فيها فائدة الخميرة في حياتنا اليومية الخميرة من الفطريات المفيدة لنا فنحاول نكتب نستفيد من أهلنا في البيت ونكتب قصة كيف ممكن أستفيد من هذه الخميرة في إعداد وجبة معينة أو أكلا معينة أو نوع من الأكل السؤال اللي بعده رقم 12 أختار الإجابة الصحيحة ما الجزء الذي يوجد في الخلية النباتية يعني موجود في الخلية النباتية ولا يوجد بالخلية الحيوانية الغشاء البلازمي ألف الغشاء البلازمي ب النواه جيم السيتو بلازم ودال البلاستيدات الخضراء في واحد من هذول الأربع موجود في الخلية النباتية وله موجود في الخلية الحيوانية يعني في واحد من هذول لا يوجد في الخلية الحيوانية منه ممتازين اللي هو البلاستيدات الخضراء في البلاستيدات الخضراء توجد في الخلية النباتية ولا توجد في الخلية الحيوانية هذه المكونات الثلاثة الأخرى الغشاء البلازمي موجود في النباتية وموجود في الخلية الحيوانية النواة موجود في الخلية النباتية وأيضاً موجود في الخلية الحيوانية السيتوبلازم موجود في الخلية النباتية وموجود في الخلية الحيوانية لكن بلاستيدات الخضراء موجود في النباتية فقط ولا يوجد في الخلية الحيوانية فهذا الفرق اللي عندنا طيب نشوف السؤال الرقم 13 شي يقول صواب أم خطأ توجد البلاستيدات في جميع يقصد البلاستيدات الخضراء في جميع خلايا المخلوقات الحية يقول كل المخلوقات الحية فيها بلاستيدات خضراء الخلايا حقتها كلها فيها بلاستيدات خضراء هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة أفسر إجابتي احنا تكلمنا قبل كذا وقلنا أن البلاستيدات الخضراء موجودة في الخلية النباتية في العبارة هذه خاطئة لأن الخلية الحيوانية تعرفنا في دروس سابقة لا تحتوي على بلاستيدات خضراء توجد فقط في النباتات اللي هي البلاستيدات الخضراء لأن النباتات تحتوي على البلاستيدات الخضراء التي تساعدها في صنع غذائها بنفسها ننتقل للسؤال أربع طعش صواب أم خطأ الطائفة اللي هي مستويات التصنيف اللي أخذناها الطائفة أكبر من الشعبة هو يقول الآن أن الطائفة أكبر من الشعبة طيب هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ لو جاء واحد وقال لك أن الطائفة ترى أكبر من الشعبة الجملة هذه صحيحة أم خاطئة؟ نفسر مستويات التصنيف اللي أخذناها قلنا أكبر شيء مملكة تزيد تحتوي على مخلوقات كثيرة بعدين تبدأ تقل بالشعبة ثم تقل بالطائفة وبعد كده تقل في الرتبة ثم تقل في الفصيلة ثم الجنس ثم آخر شيء النوع كلما نزلنا للأسفل تكون المخلوقات الحية في المستوى في مستوى التصنيف قليلة يعني مثلا الطائفة أكبر من الرتبة مخلوقاتها أكثر الجنس مخلوقات اللي موجودة فيه أقل من الفصيلة إذن هو الجملة الآن يقول لي الطائفة أكبر من الشعبة يقول هذه الطائفة مخلوقات الحية اللي فيها أكبر من الشعبة هل هذه العبارة صحيحة؟ متزيد إذن العبارة هذه خاطئة العبارة هذه خاطئة لأن الشعبة تحتوي على مخلوقات أكبر الروح اللي بعده صواب أم خطأ يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا المتشابهة يقول نسيج يتكون من خلايا متشابهة هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أفسر إجاباتي تكلمنا في تنظيم الخلايا وقلنا أنه الخلايا أصغر شيء في جسم المخلوق الحي إذا تجمعت الخلايا كونت لي إيش؟ نسيج والأنسجة لما تتجمع تتكون لي ماذا؟ عضو والأعضاء لما تتجمع وظائفها وكل واحد يكمل الآخر تتكون لي حاجة اسمها جهاز حيوي يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا المتشابهة هذا هو النسيج هل يتكون من خلايا متشابهة؟ إذن العبارة تكون إيش؟ صحيحة لأن النسيج عبارة عن مجموعة من الخلايا المتماثلة تتجمع وتتعاون معا عشان تؤدي وظيفة معينة نشوف السؤال اللي بعده 16 صواب أم خطأ؟ جميع المخلوقات التي تتكون من خلية واحدة تنتمي إلى مملكة البكتيريا هل الجملة هذه صحيحة أم خاطئة؟ نروح نشوف الجدول البكتيريا فيها خلية إيش؟ واحدة لكن ممكن الطلاعيات يكون فيها خلية واحدة وممكن الفطريات يكون فيها خلية واحدة إذن الجملة هذه أو العبارة هذه تكون إيش؟ عبارة خاطئة لأنه بعض أنواع الطلاعيات وبعض أنواع الفطريات ممكن يكون فيها خلية واحدة نأخذ السؤال العام السؤال الأساسي ما المخلوقات الحية وكيف تصنر؟ قلنا أن المخلوقات الحية بنأخذ الجزء الأول من السؤال المخلوقات الحية تؤدي بعض الوظائف في وظائف لها منها أنها تنمو خلاص تكبر وتتكاثر يعني يزيد عدد أفراد الأسرة كانوا أبوين يزيد عدد أفراد الأسرة وأيضا إذا تغذت فهي تخرج تخرج إيش؟ فضلاتها لأنها تتغذى أيضا ممكن تكون تغذيتها تأكل أعشاب أو تأكل لحوم أو تأكل أثنين وزي النبات يتغذى بنفسه يصنع الغذاء بنفسه أيضا المخلوقات الحية تستجيب طيب كيف تصنف؟ صنفناها إلى ست ممالك مملكة البدايات ومملكة البكتيريا ومملكة الطلاعيات ومملكة الفطريات ومملكة النباتات ومملكة الحيوانات وتعرفنا على بعض الخصائص والصفات التي تتميز فيها كل مملكة إضافة إلى أننا تعرفنا على مستويات التصنيف في كل مملكة فكل مملكة تحتوي على شعبة وتحت الشعبة يندرج الطائفة ثم الرتبة ثم الفصيلة ثم الجنس وآخر شيء النوع وقلنا أنه كلما نزلنا من المستوى الأعلى إلى المستوى الأقل كلما كانت عدد المخلوقات الحية في داخل المملكة أقل حاولنا في هذا الدرس أخذنا كل التمارين غطينا كثير من النقاط في مراجعة الدروس السابقة للفصل الأول إلى هنا نتوقف إحنا وإياكم وإن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله